كنت تريد أن لا تقع في البناء استغفر بعض كل معصية لأن لا تبتلى بالتكفير في الدنيا قبل الآخرة تريد أن تتجر تفقى من اتجر بغير فقه فقد ارتقب الربا أعوذ بالله من الشيطان النعيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأخبر الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين والصلاة عبارة عن وقفة ولقاء بين يدي الله عز وجل لو ادعى إنسان أنه على علاقة حميمة مع أحدهم إذا التقى معه ورأينا فتورا في العلاقة فالاستقبال نعلم أنه ما كان صادقا في ادعائه نقول أنت تتدعي أنك على علاقة مع الوزير أو الأمير عندما ذهبت إليه ما رحب بقدومك لماذا تدعي أمرا باطلا هذا في مثال أهل الدنيا الصلاة كذلك الصلاة اللقاءك مع رب الأرض إن وجدت في قلبك إقبالا فضوعا وخشوعا فاعلم أن الله عز وجل رحب فيك أو بك وإلا لو كان الله عز وجل مقبلا عليك وخاصة وأنت في المسجد البيت بيته العبد عبد في صلاة جماعة من المفروض أن تكون الصلاتك على أحسن حال جئت المسجد صليت جماعة ولكن صليت صلاة لا هي لم تعرف من الصلاة شيئا البعض يعون على الجماعة ليسرح في صلاة يقول الإمام يتقن عدل الركعات أنا في حل من أعد ركعاتي وسجداتي أن بعض اتفاقا في صلاة الفرادة يقبل أكثر إذا صلى جماعة يسرح نعم لا يلتفت إلا وهو يقول السلام عليكم إذن الصلاة وقفة بين يدي الله عز وجل النبي الأكرم يروى عن هذه الرواية إن الرجلين من أمة يقومان في الصلاة ولعلهما يصليان كتفا كتفه إلى كتف صاحبه واركوعهما وسجودهما واحد شكلا صلاتهما واحدا وإنما بين صلاتيهما مثل ما بين السماء والأرض صلاة هذا في الحضير وصلاة هذا في السماء خسارة أن تصلي مرتان إنسان تارك الصلاة هذا ما يزل منه ولكن تصلي وفي المسجد وقد قطعت المسافة لماذا لا تتقن هذه الصلاة زمينك بجانبك صلاته سماوية عرشية وأنت صلاتك فرشية أرضية يوم القيامة كم تتحسر نعم من موجبات التركيز في الصلاة أن تتبرأ من حولك وقوتك قبل أن تكبر قل ها هكذا يا رب وقفت بين يديك وأنت أعلم بحالي وخاصة المتورطون بالمشاكل مالية اجتماعية أمنية وغيرها صلاتهم مرتعون للشيطان إذا وقفت للصلاة الإمام الصادق يعلمنا دعاء هذا الدعاء لو دعوت به يرجى أن تصلح من أمرك اللهم إني أقدم إليك محمدا بين يدي حاجتي وأتوجه به إليك فاجعلني به وجيها عندك في الدنيا والآخرة ومن المقربين كيف تقول في زيارة عاشورا اللهم اجعلني عندك وجيها من حسين عليه السلام بطريق أولى تقول اللهم اجعلني عندك وجيها بنبيك إذن فاجعلني به وجيها عندك في الدنيا والآخرة ومن المقربين ثم تقول اجعل صلاتي به مقبولا وذنبي به مغفورا ودعائي به مستجابا أنك أنت الغفور الرحيم إذن توسل إلى الله عز وجل قبل أن تصلي في أن يأخذ بيدك أمير المؤمنين له وصايا لكمين بن زياد كمين واقعا ما أكثر توفيقة صاحب دعاء كمين الناقل وانقل لنا روايات أمير المؤمنين يا كمين ليس الشأن أن تصلي وتصوم وتتصدق يعني ليس الشأن الكامل وإلا سمعنا بعض الكفار يتصدق بمانه بعض من لا دين له له خدمة إنسانية هذه صدقة البعض يصلي بعد أن ينتهي من الصلاة مباشرة يغتاب رأينا أطفال دون سن البلوء يقرأ القرآن من أوله إلى آخره عن ظهر القلب ولكنه طفل لا يعقل يقرأ القرآن ويلعب كباق الأطفال إذن التلاوة الصلاة الصدقة هذا لا يحتاج إلى جهاد عظيم إنما الشأن الشأن يعني العظماء الفاخر الكمان أن تكون الصلاة فعلت بقلب النقي لماذا أنت في صلاتك مشوش لأنك إنسان غضوب غضبت على أحد تصلي وفي الصلاة تصب عليه غضبك أنت إنسان شهوي خارج الصلاة كنت تنظر إلى الحرام تصلي الحرام يأتي في بالك إذن المشكلة في القلب القلب غير السليم هذا القلب لا يمكنه الإقبال في الصلاة إذن الإمام أمير المؤمنين قدته نفوسنا يضع يده على الحل الأساس بقلب النقي وعمل عند الله مرضي صالحاتك قبل الصلاة أيضا تعينك نعم أن تقدم بين يدي صلاتك صدق وخشوع سوي القلب السليم قبل الصلاة عملت الصالحات وحين الصلاة خشعت حاولت أن تكون خاشعا هناك في بعض العبارات أن تتخشع أن تحاول كيف غير الحليم يتحلم غير الخاشع يتخشع أن يتكلف مع الأيام يرجى أن يكون خاشعا كلمة أخيرة ما معنى الخشوع هنا لا صلاة لمن لا يتخشع في صلاته عن النبي الأكرم الخشوع هذه كلمة أخيرة تدبروا فيها الخشوع في القرآن الكريم ذكر في ثلاثة موارد في ثلاثة موارد خشوع البصر خش عن أبصارهم في سورة القمر يوم القيامة أهل المحشى في خشوع الكل خاشع طبعا بعد فوات الأوام كشف الغطار الخاشع ببصره كذا نعم من سمائه يعلم أنه خاشع وخشوع القلب ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم العين تخشع والقلب يخشع والصوت يخشع وخشعت الأصوات بالرحمن فلا تسمع إلا همسا النتيجة ما نريد أن نقول اجمع بين هذه الخشوعات الثلاث في صلاتك اجعل نظرك خاشعا انظر إلى موضع السجود لا تلتفت يمينا شمالا إن صليت في الطواف خلف مقام إبراهيم لا تنظر إلى الطائفين انظر إلى موضع السجود إذن خشوع البصر خشوع القلب وثالثا الصوت الخاشع بعض الناس يصلي وكأنه يقرأ نشرة الأخبار على هذه الصلاة رقق من صوتك اجعل لحمك لحنا خاصا الصوت الخاشع الجميل يفير القلب هنيئا لمن أبكى الغير في صلاته وتلاوته لكتاب الله عز وجل اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم لا تسلح منا صالح ما عطيتنا أبدا أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا واردد إلينا منه السلام والفاتحة مع الصلاة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة